من جانبها قالت المستشارة أمينة عيسى وكيل أول التفتيش القضائي إن قانون العدالة الإصلاحية يهدف في المقام الأول إلى حماية المصالح الفضلة للطفل ومنحها العولوية قبل اتخاذ أي إجراء قانون الجديد جاء شاملا ومتكاملا وجامعا ومحيط بكافة جوانب الطفل أوجب أن تكون المصلحة الفضلة للطفل هي له الأولوية عند اتخاذ أي إجراء أو أمر أو حتى صدور حكم متعلق بالطفل إذا ممكن أقتبس في هذا المقام أو في هذا المضمون تصريح معالي وزير العدل بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال بأنه يعد مرحلة متقدمة وجديدة في مجال أو على مستوى مسيرة المنظومة الخاصة أو تطوير المنظومة الخاصة للطفولة في مملكة البحرين بما يعكس الآفاق الرحبة للفكر المستنير والنهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه